اوكي اداله عايز ايه؟ اداله يعني واضح ان هو في حاجة عنده بايزة في العلاقة حاجة يعني مش مش واخد حقه زعلان من حاجة اتهزم في حاجة بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجة انه هو ايه؟ ما تهزمش هو بيحاول يبين انه هو ما تهزمش انه هو ما تكسرش نفسه في ايه؟ عايز يدي في العلاقة اكتر اداله زي ما احنا شوفنا حتى في قراته العامة بدا يركز في العاطفة اوه بدا يركز مع شريكه اوه فده يهتم بيه وده يعوضه حاجة حلوة جدا فداله شايف ان يعني ان العلاقة حلوة ولفسه باقي يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر حلوة قوي قوي قدالوا شايفش ديكو ازاي تجرح كتير تجرح كتير تعنط كتير كتير مش عارفة اذا كانت تعنط دي بسبب ولا بسبب شخص تاني لكن المهم إن هو شايفه متقلم وإن هو زي ما تقوله تغضر به كتير قوي وعنده نهاية مؤلمة يعني زي ما تقوله أخد نهاية مؤلمة مش عارفة الدلو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بر لكن الدلو حاسس بألمك حاسس بألم شريكه سوري الدلو حاسس بألم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل إيه الشريك واضح إن هو حاطل نفسه هذا ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 وأنا حاسن الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فلنفرض إن الدلو زعل شريكه في حاجة بس دلو ابتدى يركزه وابتدى يديه وابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاريه بقى اللي هو إيه بيسمحه بيقرب منه أكتر رايح له بسرعة نفسه في إيه هو نفسه في تعويد فعلا نفسه في تعويد الشريك شايف إن هو قدى الدلو كتير قوي أو يعني ما أصرش على أقل معاه حاجة ونفسه بقى في تعويد إنه واضح إن الدلو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من غلط وابتدى إن هو يعني عايز يحصد بقى الشريك شايف الدلو إزاي شايفه بيصلح لا الدلو بيصلح خلاص عمال بيشوف أخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال بيطبطب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ما شاء الله الطاقة الطاقة الدلو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين كوباية دي كوباية دي مشاعر وحب وجواه سمكة السمكة دي عطاء ورمز للخير يعني ما أقدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لا واضح إن الدلو تعلم درسه تعلم كويس وعرف إمتك ونوي صلح وإنت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي إنت بتعمله حاليا إنك إنت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى تعمل إيه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة أو بصوا بقى في بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد في حاجة جديدة حاجة إنتم مش متعودين عليها الدلو فعلا نبتدى يركز مع الشريك في تفاقل كده وبصين العلاقة إيه ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فشل زي ما أنا كنت تفاكر لا ده فيه صاف فيه بداية جديدة فيه طريق طويل إنتوا رايحين وإنتوا ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يا دلو مولود جديد للناس اللي مستنين موليد الناس اللي لسه مجاوزوش ده زواج إتمام زواج وإتمام خطوبة والناس اللي مستنين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول وإنتوا متجوزين وعندوك ولاد فهي مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجة نقية جدا حاجة عطاء عمالين تده كله عمال يدي كله عمال يدي يعني الدلو بيدي شريكه وشريكه بالتالي بيديله ماشاء الله ويعني أنا عايز أقول لكم أنا معاكم والإداية فعلا تنطبق على الدلو جدا الشهر ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب خلخص القراءة الحمد لله حل وقوي الفيدباك جميل ربنا يسعدكم يا رب ربنا يسعدكم الدلو واضح أنه ضلط في حاجة أو أثر في حاجة على الأقل على الأقل تقدير وبيحاول يبين أنه هو مش عايز يعترف ما بيعترفش أنتوا عارفين دلو ما بيعترفش فهو بحاول يبين أنه هو كمان أنه هو مغللتش في حاجة أو الحرب اللي كان داخلها أو المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر الهزيمة دي عايز يتدي يدي في العلاقة لأنه شايف أن أساسها قوية وأنها تستاهل منه أنه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه إزاي بتقلم بتقلم جامد وخلاص اتهارة طعنات اتهارة طعنات طعنات كتير جدا جدا يمكن تكون منه أو يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحس أن الهدف ده تجاه شريكه بسم الله ما شاء الله الشريك عايز إيه كمان عايز تعويض بقى عايز تدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا أو يعني دعم كتير ادى دعم كتير للدلو فعايز تدي يحصل بقى عايز هو بقى ياخد شوية وهو شايف فعلا إن الدلو ابتدى فعاليا إن هو يصلح وابتدى يديه طاقة ما بينكم ولا أحلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو يشريكوا داخلينها ومرحلة طاقتها حلوة قوي بسم الله ما شاء الله طاقة البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح عملين ترسيمه خطوات نحو المستقبل مع بعض وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تدقى لك في القراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لا مش خطوة خطوة إن شاء الله طريق طويل وتكملوه دايما مع بعض بس خدوها إيه واحدة واحدة مشاعر جديدة فيها كلها سلام كلها يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مورود جديد إتمام زواج أو إتمام قطوبة بس يعني ما شاء الله حاجة كده ما فيش زيها وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكم بالدم الحمد لله الحمد لله ربنا هميكو كل الدل إن شاء الله ويسعد شرككم وإستقس يعني بستو بقى حلو جدا 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 ما شاء الله حالتك دلوقت يا دل إيه هي حالتك يا دل وشكلك يا إم دخلك فلوس حتتقل أو دخلت خلص فيه خير فيه تحسن في الحالة المادية فيه أو حتى يعني زي ما تقولوا إيه ابتدت تنور ابتدت تنور اهي فيه خير جاي حالتك دلوقت كمان عندك عطاء الكارتة ده كمان إما إنه هو دخلك إن شاء الله رزق وفلوس كويسة إن شاء الله أو إنه إنت في حالة عطاء عمال تدي 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 حد محتاج بتديله حمدك كرم آآ زي دلوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك آآ دلوقتي حالا شكل الشهر عندك فيه احتفالات هو شهر احتفالات فعلا آآ من احتفل بسنة جديدة آآ لكن واضح إنك أنت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه معملوش خطوبة شكل فيه خطوبة وفيه اتمام رسم خطوبة أو زواج كمان فهو فيه فرح فيه احتفال يعني ما شاء الله كارت أصفر مرور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون أجازة شكل الشهر ده عندك فيه أجازة فيه فسحة فيه سفرية المهم إنه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء وبان رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا فيه حاجة انت مزبزب فيها مش عارف اختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار أو عندك تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك انت تحسن الموضوع ده إما انه انت فيه قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمينه شماله أو انت في حالة تقلب أو ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية يعني طالع نزلق إما انه انت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول بتتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح أو فانت عايز تزبط بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه ابتزان شوية الفلوس اللي تيجي لأ طاعت شوية فيه حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو انت عايز تعمل ده يا دلو بإذن الله الفلوس اللي حجيلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى أو ممكن يكون هدفك الاقتصاد ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس المهم انه هدف كويس قوي 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 فيه ناس تلعى هدفها النهاردة انها تهد البيت فيه حاجات النهاردة كان هدفها غير طبيعي صراحة طيب ايه العقبات اللي مقابلك الشهر ده تغييرات انت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجئة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير اي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئ في العمل حصل تغيير مفاجئ عملية تحول ده هيقف قدامك عقب الشهر ده هتبقى مش عارك تتعامل معه ازاي نصيحتي ليك العمل معاه بالجرأة بص هو ايلي بيحصل هنا الثيم بتاع الكارت ده الموت مفروض ان حاجة بتموت او حاجة بتغيير وحاجة مفاجئة وجاي غصب عنك انت انت مش متوقعها زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة هو الموت هنا رمز مش موت بمعنى الحارف الموت بمعنى رمز الموت انه هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والوحن بيجعبش صرف فيه اعمل ايه بس بصوا بقى هنا الراجل ده ده مفروض انه هو السيس يعني او احنا بالنسبة لنا بقى حيبقى راجل فيه او شخص فيه عنده تدين واقف بيواجهه عادي جدا واجه واجه التغير او التحول ده بشجاعة ما تقلقش لان التحول ده او التغير ده الحاجة اللي بتموت او بتتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالعة بعدها فوجهه ما تخافش منه التغير اللي داخل عليك ده يا دلو ما تخافش منه ان شاء الله في الاخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة احسن بس انت مش هيبها دلوقتي الحاجة اللي انت حتنجزها شهر ده واضح ان الدلو حيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة او كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته المادية واضح ان هي بدي تتحسن بالفعل او على الاقل ابتدى يبان معالم للموضوع ان ان شاء الله هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط انك انت بقيت تهتم به مش بس مهتم بشغلك وهبقيت هامله لأ بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في الناحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب ايه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطة مستقبلية اوكي خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة او تجنب الخطوات الكبيرة او اللي ليها علاقة بقى ايه بالخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية اللي مش عارف ايه لا بلاش تعمل خطة خمسية دلوقتي انشي step by step خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لانه ده مش وقت ملاسب ان انت تعمل خطة للمستقبل او المستقبل بعيد بالشكل ده اه وممكن يكون كمان السفر تفادى السفر الوقت ده يتاله اه ليه ما تخافوش من حاجة يعني يمكن على الاقل تقدير يعني ان ناتجته مش هتبقى مرضية ليك قوي اللي عنده سفر الوقت ده حاول ما يتجنبه او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة خطوة كبيرة اه اللي انت محتاجت عتنقه هذا الشهر مش عايزة اقول بخل عايزة اقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لان دي pentacles نمسك امسك ديك شوية يا جلو انت طالع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق واضح ان فيه بعزقة عملت بعزق ينين وشمال وفوق وتحت طيب ده ده اللي انت محتاج تعتنقه الشهر ده حاول تمسك ايدك شوية امسك ايدك ركز اعمل خطة للصرف خطة محترمة كده مش لحاجة علشان اتليست تحس يعني توصل للهدف اللي انت عايزه ده انك انت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان وعلشان تبتدي تحس بالحاجات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبين تأثيرها طول ما انت كل اللي يجيلك بتصرفه مش هتحس بالتحسن او مش هتحس بالتطور هتلاقي الدعم فين؟ انا بالنسبة لي اي ايد نازلة من السماء دي ايد ربنا الدعم هتلاقي عند ربنا دلوقتي من ناحية ده عايز مشاعر جديدة او رزق جديد يعني اللي محتاج تعمله انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى انت مفيش حاجة في ايدك تعملها غير انك انت تدعي تدعي ده اللي هتلاقي فيه الدعم حاول تدعي حاول تسأل تسأل تطلب من ربنا اي حاجة بقى انت عايزها لو كان بيبقى رزق جديد لو كانت مشاعر جديدة ده اللي هتلاقي فيه الدعم ربنا بس هو هو اللي حيستجيب بالوقتي مش لو مثلا المشكلة وقع بنا